ما يخص فرص التدعيم الحالية احنا جبنا خلصنا واحد مين بقى محمد فاخري اه محمد فاخري ايه قصته محمد فاخري اه لاعب موهوب اه موليد تسعة وتسعين اعتقد في بعض اللقطات لي محمد فاخري بيلعب درجة اولى مع المحلة بقاله دي تالي سنة تلات سنين اه يعني بيلعب ان هو عنده شتتاشر سنة شتتاشر سنة اه ده وعد يمتاز بالطول اقول اللي هو ده اللي على شمالي على شمالك اه اه بيمتاز بالطول وده والده مش كده على 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 الميني خالص اه وده وكيل اه ده الوكيل اه تمام فانت اهو اهو تمام لعيب مهاري لعيب بويس مهاري تذكروا النهاردة تذكروا موتشاط واحنا قاعدين في لجنة الكورة كابتن سيد قال لي لا 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 ده انا افتكرتوا كواس اوي كمان ده لعب قدامنا لعب قدام الدرجة الاولى اه اه لعب قدامنا لعب يع تقدر تقولي عشان ما نعظمش الامور قوي اه خامة واعدة خامة خامة واحدة ايوا انا شاف انه على خلق اه وشايف انه ده هيبقى قماشة الاهلي ليه كابتن عدلي انا اثق في كل حاجة هتقولها لي واللي انت هتقوله انا هعمله اه جايلك راغب حملني بقى المسئولية اه انه لازم فعلا يشعر انه تنقل اه يشعر انه هققتله المصلحة ولم يظلم اه وده اللي هيحصل في النادي الاهلي يبقى هو دلوقتي سلمة الى اه التسعة وتسعين الكابتن عمر ابو المجد اه هو دي لا قطت حياه له دي لا قطت له اه اه مع المحلة طب يعني عشان من شوشش عن الناس هو ده اه شوف لابا من لامسة واحدة ازاي وهو بيقطع كده واو مع سنه الصغيرة ده طبعا ايه ده قرار هو القرار هنا بزرط اه